اتفضلوا معلاش انا دخلت عليكم في زمن الانترنت لكن عندي لكم خبر جميل بخير انا هنسمع خبر جميل في الفرد بشيرني ابوي عمكم عمران ابن عمي وصديق شديد له عشرين سنة في اوروبا عشان كده انتم بتعارفوه حيجينا بعد بكرة عشان كده حنرفع وطيرة الاستعداد مية المية وصحبه جايو ان احنا علاجنا بالموضوع شنو؟ صحبك 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 طالما انا سعيد فانتم لازم تكونوا سعيدا سعيدا انفاك كنا ابوي بس عمينا دي صورة عمكم عمران راجل صارم القسمات متمسك بقوميته شوف شوف ازاي القوم فيه كيف كان دايما بيقول الزي الغومي هو انوال الشخصية الغومية الراجل عندنا جلابية وعمة والمرأة بتتعارب بيتوبة السادر الله ابي اذا قرر بعملوه خناول الله صفحة في اليوتيوب يا اخي اوك اتعجبه ازاي الغومي دا سافر لشنو؟ سافر للعلاج سفر ولده سعد بعد ما زوجته راضية توفت خلاه قعد معاه هناك في اوروبا واللي هو عشرين سنة يا سلام شاك انو ايدي سانينه؟ اسكت بطريقتك دي كده حيسمعك انا لحد قاسي بسمعه بسمع صوته وهو بيقول الامة تاج ملكي بنحكم به شخصيتنا مستحيل نخلعه لو خلعناه هنخلع عاداتنا وتقاليدنا فارس فارس بتسامع صوت عمك عمران دا والله انا بتخيل لي ساي اسكت ابوك خيال وخصب يعني عادي ممكن تسمع دواخله عشان كده نحن حنستعد لاستقبال عمكم عمران بالزي القومي الرجال يلبسوا الجلابي والعن والنساء التوب السوتاني الاصيل كل واحد فيكم ايجي ياخد نصرياته انا حا اتصل بعبدالحميد الترزي ايجي ياخد المقاسات انت يا سامية تمشي للدلالية تاخذي توبين توب ليك انتي و توب لي سارة انتهى اتصل بعبدالحميد الترزي و استعمالية اتصل بعبدالحميد الترزي فيشني اصريه بتي مالك انا ما بعرفي أن تبس بصام يا امي ما مشكلة انا بعلمي قولي بس هين حامشة كيف أنا خايفة يوقعني مو بقعت إن شاء الله الحمد لله شفارس يا أخي أنا الحاية من حاية هذه المتجلابية دي هينة اليوم الأحدة من البسة الكلام مين؟ العمّة دي حايفها لينهم يا أخي الله يعني الله يلاكين أبوي يبالغ يا أخي يا أخي العلالله دي عيبالي العلالله دي عيبالي الباكستانية اللبسة الباكستانية دي عيبالي جلابية وعمّة والله دي ها أعموت في جلابية هوي أنا أنا لا أنا أقسكم لا أنا أقسكم يووا بعد قصير هتلقا عايب كجل اهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها لا كbody A بكواب كمير يا اخوي email عبدالحميد الترزي يعني عبدالحميد الترزي ما لكننا الموضوع جنس ياخي ما لكني اخيا ما في أي لكنة هدلان دانا بعرفه الحاجة génér البيخطة في راسه يعني لازم يعملها، لازم يعملها يلا خلينا نمشي نجيب لوا ما تعرف يا العوض ما في أتعرف، أطلع يا أخي خلاتي رحب عارف أطلع عارف قدام يلا يا بتلبسي التوب دي يا هفري قد تلبسي كليتتوب كده كده هلا كيني أسر يا بتي بس الحمد لله تعالي تعالي هنا ورقة التوب ده بلبسوك يا فنت مرقي التوب ده مرقي يلا بسم الله الرحمن الرحيم يلا عيني لي هنا دي اسمع الخلالة يا حبيبتي قلنا ببقبتها هنا تحت الكتف عشان بتبعداكها تمشي التوب بترفع ايدك اليمين ده كده بيس وتمشيها كده بترفع ايدك اليسار كويس ويلا عيني شير التوب ده تغطي هنا في الراس كده كويس يلا دي اسمع الجدعة كويس الله يقدر الهناية دي كده زي ما بقولها هاي عديليها من هنا يا بتي عشان ما يكون التوب مكرفزاته زي ما بقولها هاي كده تمام كده هاي ايوه بسمك حلاتك يلا بعض داقدي لي يا بتي الريل مشاكيته يا بتي اتمرك مع السمعك هذي ماشا ها حاسم تزارق عدين ممياء ملفوفة ممياء والله يا بتي نحنا وكد كنا قدريك كنا تبدل بسه من زمانك يا حبيبتي ونجد عبايه هود تبقي محن بوقعها هاي امشي يا بتي امشي مش كويس امشي هاي بسم الله يا عليك أنا كنت زيك جلابية والعمة ما ببدلهم بأي زي آخر لكن تقول شنو ظروف العمل ظروف العمل هي خلتني أنا أكون طوالي لابس البتلة معقولة دا قد لانا اللي كان شخصيته في الأمة والجلابية والحباية يتحول بالشكل دا يخصي عليك البرتوكول البرتوكول والعمل خلاني ألبس البتلة وخلي جلابية البرتوكول الحقيقي للشخصية الغومية في قدلة العصايا الملوية ولفة العمة والجشرة بالجلابية